اشتركوا في القناة رجل غريب في المنام رجل احنا ما نعرفهوش رجل بيجينا في المنام سواء بخير او بشر بينشوفه في المنام يعني في ناس بتشوف الرجل الغريب ده بيكون جاي بشر او جاي بحقد او جاي اعزاكم الله مسلا بامور مش كويسة وفي ناس بتشوف الرجل الغريب ده جاي ساعة جاي باكل جاي بشرب جاي باموال طبعا رؤيتين مختلفتين ولكن في ناس بتشوف الرجل الغريب ايا كان نوع الرؤية اللي بنشوفها الرجل الغريب تفسيره ايه في المنام هو مين الشخص ده او هو ايه تفسير الشيء ده طبعا اخوانا عزايا هنتكلم عن تفصيل رؤية بالتفسير ولكن قبل لما نخش في تفاصيل الفيديو احب عليكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار اول حاجة اخوانا عزايا بالنسبة لرؤية الرجل الغريب في المنام الرجل الغريب في المنام ممكن يرمز الى عمل خير انت بتعمله وممكن يرمز الى عمل شر انت بتعمله يعني يحتمل المعنيين ممكن هو خير انت بتعمله بيجي لك على هيئة رجل الغريب ولكن الرؤية بتكون فيها الفايدة كلها لانك مثلا بتشوف الرجل الغريب اللي جاي لك ده شكله ايه شكله كويس هيئته كويسة لابس لبس كويس وبيجي لك يبشرك بامر ده عمل خير ان شاء الله انت بتعمله وهتجزى به وذلك بتجي لك البشرة في المنام رؤية صالحة طيب عملت عمل مش كويس عمل شر شوف الرجل الغريب ده برضو في المنام ولكن بهيئة عزاكم الله مش كويس حيئة قبيعة رجل ريحت وحش وهتلاقي امور مش كويسة فيه وكمان ممكن ييجي ياخد منك حاجات وممكن يسرقك ينهب منك هتلاقي امور مش طبيعية بتحصل مع الرجل الغريب ده ده نقول عليه طيب ايه نقول ده عمل شر انت بتعمله يعني عمل مش كويس في حياتك انت بتعمله هو ده مردوده في المنام بيديك رسالة ان انت ترجع لربنا سبحانه وتعالى تراجع نفسك في الامور ده انت بتعملها تشوف انت بتعمل صح ولا بتعمل غلط ربما انت بتعمل امر غلط ومش واخد بالك فبالتالي رؤية الرجل الغريب اللي جاي لك جاي ياخد من اموالك او جاي لك بهيئة مش كويسة تكون رسالة لك لانك تراجع نفسك تراجع تجارتك تراجع عملتك مع الناس تراجع اكل الحقوق الناس حاجات كتيرة جدا ممكن نكون بنعملها غلط طيب رؤية الرجل الغريب في منام مثلا المرأة المرأة برضو عندها مشكلة ان هي بتشوف رجل غريب في المنام مثلا خاصة لو امرأة متزوجة وطبعا الرجل الغريب ده ممكن يكون بيعمل حاجات اللي هي بيعملوها المتزوجين مع بعض يعني كانت زوجها في المنام رغم انها متزوجة في الحقيقة فطبعا هنا اخوان عزائي الرؤية زي ما قلنا برضو لو الرجل الغريب ده اللي هو بهيئة كويسة وشكله كويس ريحته كويسة لبس كويس جاي مثلا قعد في بيت المرأة المتزوجة او جاب للمرأة المتزوجة اكلة او بعض الامور اللي بتحصل مع المتزوجين فهنا بتكون رسالة الى ان المرأة دي باذن الله فيه رزق وفيه خير ليها ربما هي بتسعى الى اموال مثلا بتسعى الى قضاء ديون بتسعى الى زرية فطبعا رؤية الرجل الغريب اللي بيخش المنزل فهيئة كويسة بشارة لاهل المنزل اللي هي المرأة المتزوجة دي بخير وفرح وقضاء ديون ان شاء الله طيب لو برضو شفت الرجل ده الغريب جه بهيئة مش كويسة وبأمور مش كويسة فدي الرسالة لها الى ان فيه امر مش كويس في حياتها سواء في حياتها هي او في حيات زوجها لازم يرجعوا الامور ويشوفوا الدنيا فيها ايه كمان اخوان عزاء في بعض الاحيان الفتاة العزباء بتشوف شاب غريب او رجل غريب مثلا بيساعتها بيجيب لها حاجة بيديها هدية دي بشارة لها ان شاء الله بالزواج والله اعلى واعلم كمان المرأة المطلقة الرجل الغريب في منامها ان هو يساعتها ويخاف عليها مثلا ويجيب لها حاجات والكلام ده دي بشارة لها بزواج من شخص غير زوجها والله اعلى واعلم او رسالة لها الى ان فيه حد يساعتها فيه امور معينة في حياتها كذلك الامر برضو ينطبق على الارمالة لو رأيت شخص غريب بيجي لها في المنام الشخص ده بيساعتها بيجيب لها حاجة كويسة دي بشارة لها ان شاء الله اشتركوا في القناة